صدق اللي قال ان احنا عايشين في جابة اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقة جديدة من الفيلم تيفي النهاردة هنتكلم عن المسلسل الكوري احدث انتجات نتفليكس سكوايد جيم القصة بتتكلم عن مجموعة من الفشلة الظروف بتقودهم للعبة اللعبة دي هتكسبهم فلوس كتيرة جدا بل وهتحللهم مشاكلهم كمان لكن هنا في سؤال مهم يا ترى ايه المقابل وهنا احداث هذا المسلسل بتبدأ احداث المسلسل بتدور في تسع حلقات بتاخدنا في رحلة بتعرفنا فيها طباع البشر وبتورينا ازاي الانسان ممكن يعمل اي حاجة اي حاجة علشان ينجو بحياته كمان بنشوف تغيره الحال والطباع وازاي الانسان الطيب الكيوت الامور الجميل بيتحول من شخص طيب الى شخص شرير ممكن يعمل اي حاجة علشان ينجو بنفسه هو نفس المعنى بتاع الكلام اللي فات بس بحاول لطوره اكتر شوية وكل التغيرات النفسية ديت بنقدر نكتشفها مع بعض من خلال الاداء التمثيلي للشخصيات طبعا كل ده بيخدم بطل قصتنا اللي من خلال حبقة قوية جدا لاحداث القصة قدرنا نكتشف ابعاد كتيرة جدا في شخصية بطلنا اللي طول الوقت بتحاول ان هي تقاوم الاغراءات اللي موجودة حواليه وطبعا الاحداث دي كلها صنعت حالة من التوتر التوتر ده عايش فيه البطل بتاعنا بشكل مستمر وطول الوقت بنشوف بطلنا هل هيستسلم لكل الاغراءات اللي موجودة حواليه ولا لا بالرغم من حظه العسر حظه اللي دايما موديف دهية اللي دايما بيحاول ان هو يبقى صح بيحاول يبقى كويس لكن الحظ بتاعه ميخليه يمشي في سكة هو مش حاوز يمشي فيها لكن في نفس الوقت هو قادر ان هو يسيطر على الموضوع ده لكن هل هيفضل مكمل ولا هيقع الصراعات اللي بتدور جوا المسلسل من ابسط الصراعات وافضل الصراعات واسهل الصراعات اللي ممكن تتواجد جوا اي عمل درامي لان هو صراع جوا لعبة وما اسهل هذه الصراعات ويمكن الموضوع ده بيصنع حالة من الجذب عامل جذب للمشاهد هو عاوز يعرف نهاية اللعبة دي ايه لكن هل الالعاب دي يتأيمع على الشرف والمساواة ما بين كل الناس والاهم من السؤال ده ايه هو مصير الخاسر الناس اللي بتخسر في اللعبة دي مصيرهم ايه والاهم من السؤال ده كمان لو حبينا نعلي هل اللي بيحصل ده كان لازم يحصل او هو فعلا ده الاقاب المناسب للخاسر من اكتر الحاجات اللي تلفت انتباهك هي الملابس والدكور اللي موجود فيه هذا العمل وهنا المخرج بيلعب لعبة التناقضات ده يمكن الحاجة اللي عملت نوع من انواع الذهول بالنسبة للمشاهد الاستمتاع البصري التناقضات في الاشياء هي اللي خلت عامل الجذب ده موجود بنشوف الوان مبهرة جدا تركيبات رائعة في الدكور لكن في المقابل كل هذا الجمال مخب وراه عالم مظلم اكثر بشاعة وعلشان تبقى كل الاحداث الصادمة اللي بنشوفها في احداث المسلسل هي ما هي الا حاجات بتكمل بقية اللوح اللي بتترسم في النهاية طبعا هو تعبير مجازي وما فيش لوحة بتتسم في الاخر اكيد يعني لكن هو جملة تعبيرية كده طبعا المسلسل مليان توستات اكيد يعني ويمكن من اكتر حاجة عجبتني في المسلسل هي الحبكة اللي تلعبت صح ودتك البحر ورجعتك عطشان يا معنى لان في البداية كنت فاكر ان القصة هتمشي في احداث عبيطة جدا الناس معروف مصرهم ايه ومعروف الاحداث ستوصل لحد فين لكن انت فجأة بتكتشف ان انت غلط وان المخرج قدر يلعبك صح وان المخرج قدر يلعب قصته بطريقة صحيحة وفيه عمق في الاحداث وفي الشخصيات وبعد نفسي اكيد كمان لان دي لعبة مصيرها مجهول بالنسبة للاشخاص اللي بيخسروا طبعا هو مش مجهول انا مش هقوله علشان ما احرقش لكن فيه مصير مؤلم جدا للناس اللي بتخسر وهذا المصير اكيد هو اللي صنع حالة من انواع التعاطف مع اللي بيلعبوا مع انهم فشلة ناس فشلة في حياتهم ناس يعني الناس كلها بتجروا عراهم ومديونين لطوب الارض لكن هم مكانش المفروض ان هم يحصلوهم كده او يستهلوا كده لكن للأسف الانسان هو اللي بيختار مصيره وكل الشخصيات اللي موجودة في اللعبة او موجودة في المسلسل هم داقوا حلاوة اللي بيحصل وكمان داقوا المساوق بتاعته ولما خرجوا هم بنفسهم اختاروا ان هم يرجعوا تاني وهنا بتاخد القصة منحنة مختلف تماما يمكن اللي ساعد في زيادة التوتر في احداث هذا المسلسل هي المزيكة المزيكة كان لها دور مهم جدا وكانت ايكونية في احداث هذا المسلسل وبالمناسبة اللي عمل المزيكة هو جانك جاي ال رب اكون بنتا اسمه صح وده الشخص اللي قدم لنا المزيكة بتاعت براسايت وفيلم كوري كمان وهو اوكجا كل الكلام اللي فات كان عن الناس اللي بتلعب اللاعبين الاشخاص اللي هم محطوط عليهم جوه اللعبة اما بالنسبة ليه الناس اللي بتدير اللعبة احنا هنا بنشوف حالة من السادية العالية جدا في ادارة الامور والاحداث والتعامل مع اللاعبين انا اه انا سادي معاك انا بعملك بشكل سادي جدا لكن في نفس الوقت انا عادل معاك وهنا المفارقة الغريبة جدا والمجنونة جدا واللي مخليك قاعد مستغرب وامتنح ايه اللي بيحصل ويمكن الموضوع ده يثير عندك كده نوع من انواع الاشمئزاز ازاي عم انت عادل وبتعمل كده جريبة جدا مسلسل سكوائد جيم انا استمتعتي بيه جدا عمل فعلا يستحق المشاهدة وخدك لليفل مختلف تماما من الاعمال القائمة على الالعاب تحديدا واكيد ليفل تاني خالص من الاعمال الكوريه طبعا بالنسبة لي المسلسل وقف لحد الجزء ده مع ان فيه تلميح لجزء تاني لكن انا بالنسبة لي لو حصل الجزء تاني هيكون الموضوع هيفقد الرونك بتاعه هندخل لمرحلة تانية مرحلة طار ما بين بطلنا وما بين اصحاب اللعبة وهنا هندخل في منحنة تاني ممكن يكون منحنة سقوط لكن انا بالنسبة لي الجزء التاني لو حصل يعني ممكن ما يكونش ليه قيمة اوي خاصة ان الجزء الاول بالنسبة لي انتهى لحد المرحلة دي انا بالنسبة لي مسلسل سكوائد جيم اديله 9 من 10 مسلسل رائع جدا ارشحه لكل حد نفسه يتفرج على دراما مختلفة بغض النظر عن اللغة فالمسلسل اي حد يقدر يتفرج عليه ممتع جدا مسل جدا مرعب جدا مقرف جدا كل حاجة ممكن تقولها في هذا العمل لكن في كل الاحوال هتخلصه وانت مستمتع وعاوز تتفرج على حاجة تانية شبيهة النفس النوعية يارب تكون الحلقة عجبتكم طبعا ما تنسوش تقول ليه رأيكم في الكومنتات ايه رأيكم في هذا المسلسل وايه تقييمكم ليه وهل انتو شايفين الناس تحديدا اللي اتفرجوا على المسلسل انتو شايفين ان العقاب اللي موجود في هذا المسلسل للخاسرين عقاب كان لازم يبقى بالطريقة ديت ولا كان ممكن يبقى فيه عقاب اخر مختلف شوية ويبقى فيه توستية بتحصل يعني انا شايف ان الموضوع كان اوبر قوي اوبر جدا وما كانش ليه لازمة انه يحصل بالطريقة ديت الريت اعرف رأيكم في الكومنتات ايه رابط كل حلقة عجبتكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشايروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تي بي كان معاكم مصطفى مازن اشتركوا في القناة